السلام عليكم و شوانكم اليوم رجعت لكم فيديو جديد رح أسوي اياكم الكتشب بطريقة كل سهلة وبسيطة ومواد متوفرة بكل بيت تلما شفتوا قدامكم هذا شكله وهذا قوامة وما يفرق عن الكتشب اللي نشتريه من برا ورسمت لكم هذا الاسمايل الضاحك هدية مني لكم بالبداية رح أجيب عن جدر وخليه على النار رح أضيف اللي كوب واحد من المي ورح أضيف اللي خاشوكتين أكل مالة نشا رح أبدأ أحرك النشا ويا المي على مود ما يفصص عند النشا ضرورة أعوفه على نار هادئ نار رح أبدأ أخلط النشا ويا المي حد ما تأكد إنه تماما ضعب عندي نشا ويا المي وأنا عايفت على نار هادئ رح أبدأ أخلطه بعدها رح أبدأ أضيف اللي خاشوكتين أكل من المعجون نا أنتظر المعجون يفتح ويا النشا لذوبة تماما على ما أشوفه يعني نفتح عندي المعجون ويا النشا رح أبدأ أخلطه وأنا عايفت على نار هادئي وأبدأ أخلط به نا بعد ما تأكدت تماما إنه المعجون عندي نفتح ويا النشا رح أبدأ أضيف اللي خاشوكتين أكل من المعجون شكر نا لفتلا خاشوكتين أكل من المعجون شكر نا التوابل اللي استخدمته اللي هي خاشوكة مالة شاي زحتر وبابريكي وملح وبصل مطحون وثوم مطحون نا رح أبدأ أخلط التوابل ويا النشا والمعجون هاي التوابل تنطي طعم كلش طيب أنا سويت هاي الكمية تقدرون أنتو الضعفوها مثل أنا ضفت كوب واحد من المي تقدرون أنتو ضيفون كوبية من المي والضعفون بقية المواد اللي ضفتهم نا رح أبدأ أخلط المكونات حد ما تأكد تماما أن التوابل ضابت عندي رح أترك لكم المقادير صندوق الوصف لا تنسونا من اللايك والاشتراك حتى يصلكم كل جديد نا رح أشوف لما ما تطلع عنده الفقاعات يلا أطفعي النار أبدأ أخلط به حد ما أنتظر أن الفقاعات بدأت تطلع عندي مثل ما شوفون قدامكم طلعت عندي الفقاعات نا رح أطفع علي النار نا هذا شكله النهائي بعد ما برعت عندي هذا شكلي ما يفرق عن الكاتشاب اللي أشتريه من بره إن شاء الله راح تجربوه ينال على أعجابكم ورفع فيه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة